السلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج النهار ترندينج إذن مشاهدينا نستهيل ترندينج اليوم ونبدأه بملف الترشح للرئاسية رئاسية 12 ديسمبر القادم والراغب في ترشح فارس مسدور الذي صنع الجدل على موقع التواصل الاجتماعي كيف لا وهو آخر من وصل إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومعه استمارات الترشح والتوقيعات المشروطة قانونا وهي 50 ألف توقيع الكل كان ينتظر ظهور فارس مسدور إلى غاية الساعة الثانية إلى غاية الثانية والربع صباحا عندما ظهر مع محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نتابع هذا الفيديو في حدود ساعة الثانية والنصف ظهر فارس مسدور والكل كان يتابعه على الموقع الإلكتروني والمباشر ترجمة نانسي قنقر يبدو بأن فارس مسدور هذا الراغب في ترشح لرئاسية لم يترك متابعيه ينامون في وقت باكر والجزائريون معرفون بتنكيتهم السياسي نبدأ بالطارق الطهر الذي قال بالتوفيق هذا وين الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة وما زلنا نستنى وفيك طولت يا صحبي راه الفجر نتابع تعليق آخر لمحمد مصفاي يقول راك سهرتنا حتى الثانية وثلاثين دقيقة صباحا يا سيمس دور لكن والله هذا العناء لا شيء المهم أنك وصلت النصاب إن شاء الله حملة موفقة مختومة برئاسة الجمهورية تعليق آخر مشاهدنا لمحمد يقول سهرتني وأنا غدوة خدم غير باش نشوف هذه اللحظة ربي جيبها في سواب إن شاء الله العديد من التعليقات خاصة المرحبة بفارس مصدور يا مرحبا يا مرحبا يا ربي وفق إلى ما فيه الخير لهذه البلاد والعباد عدلان قال أول مترشح بلا كرافتا أي يقصد بلا ربطة عنق هذا التواضع تعليقات أخرى الآن في الجهة المقابلة كما قلت الجزائريين معروفون بالتنكيت السياسي عمر يقول مبروك عليك 40 مليار استمارة أو الكل الآن يعرف الأرقام المصدورية هكذا لأن فارس مصدور معروف بالأرقام الكبيرة التي كان يعطيها خلال تحليلته الاقتصادية على استوديوهات القنوات الجزائرية الخاصة كلا لتقول مصدور تحصل على 2 مليار استمارة صلاح يقول على بلكم عليها طول راح دار لصانس ومقلوش المولبومة صرفتها 100 مليون تريليون دولار هذه كانت تعليقات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي دالية تقول هوجا مصدور جاب 5 مليار استمارة كل هذه التعليقات التي جاءت بعد أن توجه فارس مصدور إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإداع ملفه رسميا مشاهدينا في موضوعنا الثاني لترندينغ اليوم هذا الفيديو لقناة النهر الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على تعليقات كثيرة الفيديو من داخل أحد الملاعب هنا في العاصمة الجزائر نتابع عاملين يجران ثلاجة منزلية خصصة لاختبار المنشطات نعم لاختبار المنشطات وهي اللقطة التي تحكس الظروف المزرية التي تعيشها الملاعب الجزائرية نتابع هذا الفيديو ثم نعود إذن مشاهدينا هذا الفيديو الذي أثار الكثير من ردود الأفعال والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الاحتراف في الجزائر وكذلك حول إمكانية الجزائر استضافة المونديال وبطولات كبرى في الرياضة نبدأ بتعليق بلا الخليل يقول تخرج العينة إيجابية بالسيف عينة الخاصة بالمنشطات كمال يقول ونراح لقال نقدر ندير زوج كوب ديوموند عفوا كأس العالم وعندنا أحسن الملاعب في إفريقيا هذا تعليق على تصريح سابق لوزير الرياضة الذي قال أن الجزائر تستطيع أن تحتضن كأس العالم يونس يقول فريجدير أي ثلاجة بدون كهرباء العينات بنكهة الرايب وخلفون عبد الحاكيم يقول تبه ديل نحن ننظم كأس العالم الثلاجة هاهاها ويضحك على الوضع المزري الذي تعيشه كرة القدم في الجزائر والملاعب الجزائرية ككل مشاهدين بهذا نصل إلى ختم ترندينج اليوم تقبل تحياتي وتحية كل الطاقم الذي عامل معي إلى ترندينج يوم غد إن شاء الله بمواضع جديدة السلام عليكم